بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم مجددا يا صغاري في درس من دروس التربية الفنية سابقا أخذنا درس أحفورتي الصغيرة واليوم بإذن الله سوف نكمل على أحفورتنا الصغيرة ونقل خبرتنا وهي إظهار هيئة العناصر بالضغط على الطينة أحبتي في درسنا السابق تعرفنا على أحفورة أو أحفورتنا الصغيرة وقلنا أن الأحفورة هي إظهار أثر ما سواء لحيوان أو نبات على إظهار أثره سابقا أو عندما تحلل وأصبح أثرا فقط وتعلمنا أو تعرفنا كيف أن البصمة تشابه أو ترتبط ارتباطا وثيقا بالأحفورة لأن الأثنان كلاهما يترك أثرا واليوم بإذن الله سوف نتعرف ونظهر أحفورتنا الصغيرة بطريقتنا الجميلة وأهدافنا لهذا اليوم مراعاة شمك الطينة عند فردها حسب وظيفتها الهدف الثاني الذي نريد تحقيقه اختيار أحد العناصر الطبيعية والهدف الثالث هي أن نمارس طريقة الضغط لإبراز الأثر تعلمنا ما الأحفور وما هي البصمة قلنا أن الأحفور هو الأثر والبصمة أيضا هي الأثر والعلاقة بين البصمة والأحفور وكيف تتكون الأحافير إذن يا صغاري سوف نقوم اليوم بتشكيل أحفورتنا الصغيرة بطريقتنا الجميلة فلنشاهد الآن هذا البيان أو هذا التوضيح لإحفورتنا الصغيرة بداية يا أحبتنا نتعرف على الأدوات الخاصة بالإحفورة هنا الطين نلاحظ الطين وشكل الطين والهيونة الطين وكيف أن الطين محافظ على ليونته لماذا يا أحبتي لأني قد وضعته في كيسا بلاستيكيا إذن لابد من وضع كيس أو وضع الطين داخل كيس بلاستيكي لأنه إذا تعرض للهواء جف ولا نستطيع العمل به بعد ذلك نسيت أن أقول لكم بداية لابد من تجهيز المكان كما نشاهد قد وضعنا مفرشا بلاستيكيا للحفاظ على نظافة الطاولة يا صغاري لابد أن تضعوا مفرشا بلاستيكيا أو أي شيء يحمي المكان الذي سوف تعملون عليه لأن الطين سوف يتناثر ويترك أثرا على المكان الذي سوف تعملون عليه أيضا لابد من سطح أو سطح خشبي أو بلاستيكي ممكن الاستعانة بأشياء من المطبخ باستشارة والديكم سواء بلاستيكية أو خشبية كذلك أحتاج إلى أداة لفرد الطين أداة لفرد الطين ممكن الاستعانة عليها أيضا ببدائل بعصة خشبية أو بأشياء من المطبخ أيضا كذلك أحتاج إلى قوالب لاستيكية أو أشياء بديلة لدينا في المنزل باستطاعتنا العمل بها يا صغاري اسألوا والدتكم أو إخوانكم الأكبر منكم عن أشياء تستطيعون العمل بها مثل هذه القوالب وهذا القالب أيضا أحتاج إلى قفازات للأيدي لأن كما قلت لكم الطين يترك أثرا نستطيع أن نغسله ويذهب ولكن حفاظا أيضا على أيديكم أو أيديكم الجميلة بإمكانكم ارتداء القفازات لحمايتها كذلك لدينا الجبس الذي سوف يصنع لنا مجسما من أحفورتنا الجميلة الجبس عبارة عن بودرة تباع في محلات البناء اسألوا والديكم أو إخوانكم الأكبر منكم سنا عن مادة الجبس وسوف يفيدونكم بذلك كذلك نحتاج إلى الماء لعجن الجبس أيضا نحتاج إلى كوب لوضع الجبس فيه وعجنه نحتاج أيضا إلى ملاعق بلاستيكية أو عيدان خشبية لعجن مادة الجبس كذلك نحتاج إلى بلاستيك لوضع حواجز على الطينة حينما نريد أن نصب مادة الجبس فيها كذلك نحتاج إلى مقص ولكن لا بد من الاستعانة بأحد أكبر منكم سنا إذا كان المقص حادا انتبهوا يا صغاري لا بد من الاستعانة بأحد أكبر منكم سنا لمساعدتكم في قص الأشياء لأن بعض المقصات تكون حادة جدا كذلك نحتاج إلى شريط لاصق للاصق البلاستيك نبدأ يا أحبة الآن بوضع الأحفورة أو تشكيل الأحفورة بداية أقوم بارتداء القفازات بعد ذلك يا أحبتي أريد أن أنبهكم بأن مادة الجبس لا تعجن إلا بعد أن أصنع الأحفورة بالطين أصنع الأحفورة أولا بالطين ثم أعجن مادة الجبس لماذا؟ لأن مادة الجبس سريعة الجفاف نبدأ الآن يا أحبتي نخرج قطعة من الجب من اللطين كما قلت سابقا لابد من المحافظة على الطين من الجفاف شاهد لزوجة الطين وأقوم بعجن الطين بهذه الطريقة لدي شريحة من البلاستيك لمساعدتي على هز الطينة أو الأحفورة وسأريكم الآن أضع الطين هكذا ثم أقوم بفرد الطينة بهذه الطريقة أقوم بفرد الطينة بطريقة جيدة بهذا الشكل قلنا أن الطين لابد أن يكون ذو سماكة معينة ليس سميكا جدا ولا رقيقا جدا إنما يكون بشكل متوسط بهذا الشكل بعد ذلك أختار أي قالب من القوالب الموجودة لدي سواء كانت بدائل أو أشياء قوالب مخصصة وأقوم بوضع القالب بطريقة معينة نشاهد وضعت الآن القالب على الطينة بهذا الشكل نشاهد الأجزاء أو الرسومات والتفرعات والأشكال هنا بشكل واضح أقوم بوضعها رأسيا على الأشكال الموجودة هكذا ثم أقوم بالضغط عليها بهذه الطريقة حتى أتأكد من أن الأشكال قد انحفرت داخل أحفورتي بعد ذلك أقوم يا صغاري برفع الشكل بحذر شديد بهذه الطريقة نشاهد شكل الأحفورة وأيضا أعطاني شكل العنصر الذي قمت بحفره أو بضغطه على الطين هيا صغاري هل استمتعتم؟ إنها ممتعة جدا وسهلة أيضا هكذا يا صغاري نجرب بعض القوالب الأخرى وبعجل الطين نعجل الطين جيدا ثم نقوم بفرده بهذه الطريقة قلنا أنه نقوم بفرده لا يكون رقيقا ولا سميكا بهذا الشكل نختار أي عنصر من العناصر وليكون هذا الشكل ونقوم بضغطه على الطين بحذر أيضا حتى أتأكد من أن التفاصيل قد ظهرت في الطين بعد ذلك أقوم برفع القالب عن الطين بحذر أيضا نشاهد العنصر قد ترك لي أحفورة جميلة هل تشاهدون يا صغاري هنا أيضا هذا قالب قمت بإعداده مسبقا بهذا الشكل بعد ذلك نأتي إلى الخطوة الأخرى أو الخطوة الثانية وحيا كيف أصنع مجسما أو شكلا من أحفورتي الصغيرة قلنا هذا هو الجبس أضع الماء أولا قليلا من الماء ثم أضع قليل من الجبس أضع قليلا من الجبس وأتأكد أن كمية الجبس لا تكون كثيرة ولا قليلة هنا ألاحظ ألاحظ أن الجبس قوامه سائل بعض الشيء ماذا أصنع أضع كمية جبس أخرى ثم أقوم بتحريك الجبس بشكل جيد حتى يعطيني القوام المناسب لصبه في الأحفورة إذن قوم بالتحريك بشكل جيد بهذه الطريقة يا صغاري بحيث لا أترك أي كتل في الجبس لأنكم إذا كان هناك كتل فسوف يكون أو تكون أحفورتكم سيئة أو غير جيدة هذا هو القوام تقريبا الذي أريد أن أصنع به أحفورتي وبشكل سريع قوم بقص البلاستيك ثم أأخذ مقاس الشكل عندي بهذه الطريقة وأقوم بوضع الشريط اللاصق عليه حينما أخذت المقاس بهذا الشكل أضع الشريط اللاصق عليه ثم أضعه هنا ليقوم بحجز الجبس حتى لا يخرج من الجوانب بهذه الطريقة يا أحبتي بهذه الطريقة بعد ذلك أقوم بصب الجبس بهذا الشكل بهذا الشكل هل تشاهدوني هل تشاهدوني يا أحبتي هل تشاهدوني يا أحبتي أتركه تقريباً لمدة عشر دقائق لأجف الجبس ثم أقوم بنزع المجسم من الأحفورة فيصبح لدي بهذا الشكل هل تشاهدون إنه شكل جميل من أحفورة سهلة بسيطة أثر جميل تركته الأحفورة هيا صغاري هل نشاهد وهذا الشكل أيضاً وهذا الشكل أيضاً هذا هو شكل أحفورتي الجميلة حينما وضعتها بطريقة صحيحة إذن لابد أن ننتبه يا صغاري حين العمل من الأحفورة والضغط عليها حتى يخرج لي الأثر بشكل صحيح ثم تستمتعون بالطريقة الصحيحة والجميلة لأحفورة سوف تهدونها لأهاليكم أو لأصدقائكم أو إلا من تحبون إذن استطاعتنا أيضاً وضع مجموعة من الأحافير ومن الأشكال ومن القوالب لنضع منها أو لنصنع منها حفورة جميلة بهذه الأشكال التي أمامنا بطريقة سهلة مبسطة 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 استمتعنا فيها وسوف نستمتع فيها أيضاً بجمال تلك الأحفورة بطريقة سهلة وصحيحة إلى أن نلتقي بكم أتمنى أن تكون هذه الأحفورة يا صغاري قد نالت استحسانكم ونالت أيضاً إعجابكم وأيضاً حركت فيكم الإبداع لتنون أو لتتحفون بأحافير جميلة بأيديكم الصغيرة إلى أن ألقاكم أحبتي إلى أن ألقاكم أحبتي في درس قادم أتمنى أن أتمنى لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته